وفي تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر سيد كمال زايت المحلل السياسي سيد كمال أما وقد تم الإعلان الرسمي عن ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية الرئاسية الخامسة لو تضعنا في طبيعة المشهد الانتخابي بعد هذا الإعلان دعني بالبداية أقول لك أن الإعلان لم يكن رسميا لأن الإعلان الرسمي يجب أن يتم من طرف الرئيس أو بتكليف منه الجميع كان فعلا ينتظر اليوم أن يقوم حزب جبهة التحرير الوطني وهو حزب السلطة الأول كان الجميع ينتظر أن يتم خلال هذا المهرجان الشعبي أو هاج المهرجان الانتخابي أن يتم خلاله الإعلان الرسمي على ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لكن بالنهاية الحزب اكتفى بإعلانه ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة أنا أريد أن أفهم تمييز الفارق الذي أشرت لي كنت سأشرح الفارق نعم الفارق هو أن كان المنتظر وبحسب ما قاله رئيس الوزراء أحمد أويحيا منذ أيام وكذلك قيادات في حزبه التجمع الوطني الديمقراطي أن تكون هناك رسالة من رئاسة الجمهورية من الرئيس نفسه تقرأ ويتم فيها أو من خلالها الإعلان عن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة لكن الذي حدث هو أن هذه الرسالة لم تأتي ربما تأتي في وقت لاحق لكنها اليوم لم تأتي وتقريبا الحزب نوعا ما كرر ما كان يقوم به منذ أيام لكن في استعراض شعبي ضغم في محاولة لإظهار الالتفاف الشعبي حول ترشيح بوتفليقة لولاية الخامسة بالنظر إلى عدد الذين حضروا هذا المهرج الانتخابي والذين يقدرون تقريبا بحوالي خمسة عشر ألف عضو في الحزب ومواطن تم الإتيان بهم والبعض الآخر جاءوا للحضور ولحضور هذا المهرجان والجميع كما قلت كان يتوقع أن يتم الإعلان الرسمي لكن ذلك لم يتم ومعاذ بو شارب كان يتكلم باسم الحزب ولم يكن يتكلم باسم الرئيس والفارق في الحالتين ضروري ومهم طبعا جيد أن وضحت لنا هذا الفارق لكن هذا أيضا سيقودنا إلى سؤال آخر هل بعد إعلان الحزب هذه النية وليس إعلان رسمية كما قلت وأشرت هل يمكن أن تشهد هذه الجولة من الانتخابات وجوها جديدة في هذه المعركة الانتخابية وفق المشهد السياسي في الجزائر تقريبا الوجوه التي ستخوض الانتخابات معروفة ربما هناك شكوك حول بعض الوجوه القديمة مثلا علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق والذي سبق له أن شارك كمرشح في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2004 ثم في 2014 بن فليس مثلا ينتظر ويرجع إعلان ترشيحه لأنه يريد أن يعرف ما إذا كان بوتفليقة سيترشح فعلا لولاية خامسة أم لا لأنه إذا ترشح بوتفليقة بشكل رسمي فغالبا سينسحب علي بن فليس وربما سينسحب مرشحون آخرون الوجه ربما الجديد الذي يتم أو الذي تسلط عليها الأضواء هو اللواء المتقاعد علي غديري الذي يرى فيها البعض أنه يمكن أن يكون البديل في حال عدم ترشح بوتفليقة على اعتبار أنه لواء متقاعد مسؤول سابق في المجسسة العسكرية وهناك من ينظر إليه على أنه قد يكون مرشح جزء من النظام أو جزء من السلطة قد يتم تبنيه في آخر لحظة إذا ما وقع التطورات وقرر الرئيس بوتفليقة عدم الترشح وإن كان هذا الاحتمال ضعيف وضعيف جدا من الجزائر شكرا جزيلا سيد كمال زيت المحل الأسيسي